اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي سيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر حوار المنامة وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجامعة الدول العربية والجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لدفع مسيرة العمل العربي المشترك والارتقاء بالتعاون العربي إلى مستوى أشمل بما يلبي مصالح الدول العربية وتطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والسلام كما تم بحث المساعي العربية المتواصلة لوقف الحرب في قطاع غزة وفتح ممرات آمنة للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إضافة إلى مناقشة مخرجات القمة المشتركة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض في الحادي عشر من نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين وسبلا مؤصلة الجهود العربية للدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط